الانجازات الكبيرة اللي حصلت في الموسم اللي فات يا جماعة وحصول الاهل على خمس بطولات كاملة الحياة ده كان ظاهر مردوده في الاستفتاءات واخرة كان في حفل الشرق الاوسط اللي هو الامي اي 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 لعبت الاهل ومسؤول النادي سيطروا على معظم الجوائز اللي خصصت في هذا الجانب جوائز الافضل في كرة القدم بالشرق الاوسط جاءت نتائجها على الاتي الحقيقة جايزة اللي استوقفتني جدا جايزة الاستاذ الكبير الراحل الاستاذ بريم حجازي خصوصة جايزة باسمه عن انجاز العمر ايه الانجاز الكبير اللي تقدر تسميه انجاز العمر الجايزة حملت اسم الاستاذ بريم حجازي عليه رحمة الله فاسم الجايزة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الالي لما تم انجازه في خلال هذا العام من منجزات كبيرة يعني انا قلت يا سيد المواسم هو ما يسمون انجاز العمر هو انجاز غير مسبوك دعنا نتحدث بصراحة يعني اذا تم تكراره هيبقى شيء ايضا غير مسبوك وباذن الله يتم تكراره لانه رياضيا وانشائيا واقتصاديا يعني حاجة ورياضيا في كل الالعاب حتى على مستوى التبكير الاقتصادي تقدم الجديد كل يوم وتطوير البناء التحتية كل يوم لان الحياة تطوير البناء التحتية دي مسألة مهمة جدا ان انت مع كل الانجازات الرياضية الكبيرة اللي حصلت على الارض في موسم ده انجاز العمر بجد انت بتفتتح الفرع الجديد في التجمع انت بتستكمل الخطة الانشئية وتطوير بقية المقرات فانا اعتقد ده انجاز العمر يعني التجمع كان من الرائع جدا الحياة ان تحمل الجائزة اسم الاساس ابراهيم حجازي ويحصل عليها الكابت المحمود الخطيب وبين الاثنين من عشرة عمر وعلاقة صداقة اكبر بكتير واعمق بكتير بين نجم كورة وصحفي المسألة الحياة كان فيها تلاقي روحي كبير انا اعرف كتير من تفاصيل هذه العلاقة الخاصة جدا جائزة مهمة اسم الجائزة مهم جدا اضاف له معنى تاني خالص اه يعني فيه نعمة الوفاء ايو لصحف كبير يعني ايو ان يفوز بيها الكابتن محمود الخطيب في اول نسخة لها اه له معنى اه اه نتمنى مزيد من النجاحات وبعطاءه وبسيرته العطرة الحياة الف رحمة ونورة على روحه الطيبة وكل التوفيق والتقدير للكابتن محمود الخطيب على ما انجزه بحيث يستحق جائزة انجاز العمر عن هذا الموسم الزهبي كمان الجوائز افضل لعب عربي محمد صلاح نجم ليفربول وما اقدرش اعديها من غير مسألك نفسك صلاح يجي السعودية ولا